أحده لدينا Products وكل برودكس لديه وحده عنوان وكل برودكس لديه Category في المجموعة احدنا الكاتيجوري الذي هم Accessories وClothes داتة برودكس لدينا بشكل طريق احده وحده وفي كله Index فيه واحد الـ object نتيجة التي أريد أن نصل لها هو واحد الـ object وفي كله Key فيه الإسم الكاتيجوري لديه الـ product لأنه الكاتيجوري هي اللي أرغب فيه ومن بعد في كل Key الـ value لديه هو واحد الـ array ووصل من هذا الـ array لدينا Objects التي هم الـ product كميشال لدينا هنا Clothes فيها واحد الاراي وفيها واحد list البرودكت وكل البرودكت دائما في واحد الابجكت هذا ما يوصلنا بأننا خاصة نرغروبيه هذا الاراي والخاصية اللي سنعمل بها هي Array Group هذه الخاصية البروده هنا في Stage 3 أشكت عني في Stage 3 يعني هنا في المحلة الثلاثة باقي مستاندار للإكماسكريبت إذا أردت أن تعمل بها يجب أن تعمل باقي مستاندار للإكماسكريبت عندما يصل إلى Stage 4 سنعمل بشكل مستاندار للإكماسكريبت إننا نستخدم Core.js هو الذي سيضعني الأكسي لهذه الخاصية التي هي Group سنقوم بعمل أحد البرود جديد سنسميها Group By Category ثم سنقوم بعمل هذا الاراي اللي هو Products لكي نرغروبيه الذي يزالنا عن طريق Group سنقوم بعمل أحد الـ Call Back سنقوم بعمل كل البرودكت لذلك نريد أن نفلترهم بالكاتيجوري هذا هو الـ Console Log لـ Head Group By Category وهذا ما يزالنا هنا أعطينا Accessories و Clothes وهما Keys لذلك لدينا أحد الأبجكت لدينا أحد الأول في Accessories Accessories فيها Silver Watch أو نرفيه هنا أعطينا Accessories فيها Silver Watch Clothes فيها Blue T-Shirt و Clothes فيها Red Hoodie سنرى بأنه يفعجون جديد البرودكت اللي هم Blue T-Shirt و Red Hoodie إذا نريد أن نكتبها ناتيف نستعمل Reduce Reduce سيكون لديك Argument و هذا الـ Call Back هذا الـ Call Back في الـ Argument اللي هو Accumulator الذي سنقوم بعمل أحد الأشخص جديد البرودكت والـ Argument الثاني هو البرودكت الذي سنقوم بعمل كل البرودكت من بعد عن طريق الـ Object Destructuring سنقوم بعمل الكاتيجوري لكل البرودكت عندما نقوم بعمل البرودكت الذي سنقوم بعمل سنقوم بعمل الـ Keys لهم الكاتيجوري غير هو سنقوم بعمل طريق الـ Operator Knowledge Call Lesson لفيها تجوز علامة للستفهم و كيف كان هذا الكاتيجوري إلا كانت سيأثني لهذا الـ Array إلا ما كانت سيزيد الكاتيجوري ومن بعد سنقوم بعمل كل البرودكت في الكاتيجوري و سنرى الـ Accumulator سنقوم بعمل كل البرودكت لكي نرى البرودكت يوجد نفس الطريق يوجد Accessories و يوجد Quotes الفرق بين Reduce ثم يوجد Group هو ما هو الكاتيجوري وهناك الكاتيجوري الذي كشبناه لكي وصلنا به الكاتيجوريز والدات في هذا الطريق وهناك كاتيجوري لكي نرى البرودكت لكي نرى البرودك ترجمة نانسي قنقر